السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد و سامدي هاد نهار شعر الله نتكلمو على ثلاث طرق لعلاج الإسال عند الأرانيب وكن ضمن هاد الموضوع راه جميع المربين دي الأرانيب رامك يقلبو عليه لذا انا قلت ان هذا الموضوع راه موضوع الساعة ان شاء الله ادي نفسر لكم جميع الطرق لعلاج الإسال عند الأرانيب اذا قبل حديث عن هذه العلاجات الثلاث سوف نتحدث عن الاسباب ديال الإسال أولا عند الأرانيب باختصار توجد الأغذية أو النباتات الخضراء التي تقطف وتعطى للأرانيب مباشرة دون وضعها في الشمس وكذلك قشور الخضر التي توجد بها مياه يعني هي بقى فاسقة ونعطيها الأرانيب كذلك أنها تسبب الإسال عند الأرانيب إذا ما هو الحل؟ الحل هو عبارة عن ثلاث علاجات وكلهم متاحين موجودين عندكم في الضار وثمان أرخيص أول حاجة وهو الخل العادي فالخل هو علاج جد فعال للإسهال بحيث نضع منعقتين في لتر من الماء لمدة أربع أيام سنلاحظ أن الأرنب المصاب بدأ يتعافى تدريجياً وهذه الطريقة ممكن إعطاؤها لجميع الأعمار وحتى الأمهات المرضعات أو العشار إذا هذه الطريقة الأولى نشوفو الطريقة الثانية الطريقة الثانية وهذا العلاج يعني فالطريقة هذه اللي غادي نتكلم عنه هو ليس علاج تدريجي وإنما علاج فوري أي أن الأرنب سيشفى في اليوم الأول بإذن الله وخصوصاً الأمهات المرضعات بحيث لا يسمح للأم المرضعة أن تمرضها في هذه الفترة لأنك تكون تردع ما عنداش الحق أنها تمرض لأنها عندها الصغار ديالها يحتاجها الإرضاع وهناك نقطة أيضاً مهمة وهي أن الأم المرضعة حينما تمرض بالإسهال ممكن أن تضع فضلاتها في بيت الولادة وبالتالي إذا كانت هذه الفضلات عبارة عن مياه جارية فإن الصغار سوف يتأثرون ويصابون بالجرب قبل خروجهم من بيت الولادة يعني قبل ما يخرجوا راغا دي يكونوا مراضين بالجربة وأنتم غير تقولوا ما عارض اسموا واقع أو هي راغي يعني الأم ديالهم كانت مريضة ويعني لو تكلهم المكان وجعلت أن الصغار ديالها قبل ما يخرجوا ويكونوا مراضين بالجرب لا قدر الله إذا هاد الدواء هدا نتكلموا عليه وهو هو في حقيقة دواء بشري يعني الإسم دياله سميكتار سميكتاره معروف يعني دواء معروف أي بيت ممكن أنكم تلقوا عنده سميكتار لأنه هذا عبارة عن خنيشات خنيشات بودرة كما قلنا هو دواء بشري الثمن دياله 30 درهم ولكننا رأى فيه بزاف ديال الخنيشات رأى فيه ممكنشي 30 حبة ولا 35 حبة المهم أن اللي غا تحتاجون انتوما غيخ خنيشة وحدة خنيشة وحدة ممكن أنكم تعطيوها تديروها مع الماء وتشربوها يعني إما تخليوها تشرب على خاطرها إما انتو ما تشربوها مشي محقانا تحيدنوا لذيك الشوكة وتشربوها لها وكنو متأكدين أنها ستشفى فورا يعني هذه رأى بالجريبة رأى من اليوم الأول إن شاء الله ستشفى أما هذا دواء الثاني دواء الثالث وهو رخيص ومتاح وهو ببساطة التبن التبن أو الدريس كما كيسميه الفلاحة بحيث أن هذا التبن يعمل على تجفيف العصارات يعني تجفيف الأمعاء عفوا تجفيف الأمعاء من العصارات الهضمية وطريقة هذه الاستعمال هي بجد بسيطة وهي إعطاء التبن لمدة يومين متتاليين حتى يشفى الأرانب المصابة بإذن الله وما خاصش يتعطاء معه الماء يعني من يتعطيوه التبن حيدو عليه قطعوه الماء هذو الأرانب قطعوه لهم الماء وإن شاء الله غذي يتشافه لأن هذا التبن يجمع لهم كرشهم وكي يبرع عندك التبن اللي بينا نهضرو عليه هو نوعان كين الأصفر تبن الأصفر وكين تبن الأخضر هو قليل في السوق يعني الأغلبية كيكون الموسم دير الحصاد يعني كتكون يعني التبن كيكون أصفر بها الطريقة عندما درها كين راني درت الخبز نخلطوه لهم معه شوية دير التبن عندما يلا كيبال لكم انا غنور لكم تاها دها الدكرة هو دير الخبز وراها معاه شوية دير التبن يعني في نفس الوقت أن التبن يجمع له شوية كرشو هو ما كيادراش تبن غيك لا أعطيته لهم غيب بوحده كونوا متأكدين أن الأرنب غادي يكون غيك يحس بالشابع وما غاديش يتأثر يعني مثلا الإناث نقوله غادي يسمانو لا تبن هو إحساس بالشابع كيخلي الأرنب يحس بالشابع فقط يعني وهو دواء فعال لقضية الإسهال أما الثمان دياله هالتبن وفي حقيقة ما يمكنش يتجاوز يعني هو بالا احنا كنسميها بالا يعني كبيرة يعني فيها بزاف يعني ممكن أنها تضرب لكم سينين هذاك البالا المهم أنه ممكن أن تحتاجوا لهذا العلاج هذا هي البالا كلها كتدير عشرين درهم ولكن كنتم أخذكم مثلا غي حفنة حفنة دير التبن ممكن أنها تعتاركم مجانا يعني التبن راكيب قاقي في الأسوار غيم اليوح يعني ممكن أنكم تطلبوه من عند البائع ديال دير التبن كتكل البالا وكيكون حفنة دير التبن ما غاديش يحسبها لكم قعب شي تماما لأن البالا كاملة كتسوي عشرين درهم ممكن أنكم تخلصوا هات السيين ممكن تعطيوه جدرهم جوجدرهم يعطيكم يعني واحد كمية اللي ممكن أنكم تستعملوها للقاطع كامل لأن التبن أرخص مما يكون صافي وكي يتشافه يعني كما قطعوه عليه الماء يعني تعطيوه التبن يعني مدة يومين يومين قطعوه عليه الماء وهذه رابت جريبة يعني جربتها وهو أيضا مكمل غذائي ممكن أنكم تستعملوه كمكمل غذائي إذن هادو ثلاثة طرق سهلين كين الخل كما تعطينا كين سمكة وهو خنيشات وهو دواء بشري إلاج بشري وكين التبن هادو ثلاث طرق يعني ممكن أنكم تقدموهم الألانب ديالكم وما تخافوش منهم وتتتمن ديالهم الخيس الخيس للغاية حن أنكم هدى الأفكار تدخلوهم في الدكرة ديالكم ولا قدر الله كان شي مشكل تكونوا على أهب استعداد يعني متكونوا ش تشوفوا الارنب مريضة قدامكم بالإسهال وتقولوا أه رهما مريضا بالإسهال ولكن ما عرفنا اسلمين تديروله أول حاجة اللي كتكون متاحة في الضروة هو الخل بدوله بعدها بالخل وكيناع وتني سميكتا بالنسبة للأمهات اللي خصوم ضروري أنهم يردعوا يعني علاج فوري سميته السميكتا وحد خنيشات بودرة وكينات تيمن أيضا كذلك يكون عندكم في واحد خنيشة هكا حد لحفنا ديما تكون موجودة فيما تشوفوا الأرانيب ديالكم بالكرش ديالهم بداتك تجرى سوف أعطيهم للتبن وإن شاء الله يكون الخير إذن دا هو موضوع ديالنا ديالنا ديال الحلقة كنظن أنني وصلتكم الفكرة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم النسي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم دعمونا بزر جام وتكيولا زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة